كنا اكلمنا في الحلقات اللي فاتت يا جماعة عن الفور كاتيجرس بتاعة الانتي دي بريسانت دراجز دلوقتي هنتكلم عن بعض الادوية المنفردة كده برضو بتستخدم في الميجور دي بريسيف دي زوردرز اول دراج معانا اسمه ترازودون الترازودون موجود عندنا في السوق المصري باسم تريتيكو وان شاء الله في اخر كل مرض هنحط لكم الجينيريكس بتاعة الادوية وصور ليها ان شاء الله في حلقة مفردة كده الترازودون له ميكانيزمة مزدوجة جماعة اولا بيعمل بيمنع الريابتك بتاع السيروتونين وبيعمل بلوكيج لل5HT2A ريسبتور يعني بيمنع الريابتك بتاع السيروتونين فبيزود السيروتونين في الجانجليا وبيعمل بلوكيج لل5HT2A ريسبتور فبيمنع ان هو يشتغل على ال5HT2A ريسبتور مالوش السايد افكت بتاعة التراي سايكليك انتي دي بريشانت وفي حتة فنية هنا في حتة السيديشن دي يا جماعة قالك ان احنا دلوقتي بنستخدمه في علاج الانسومنية او الارق ان احنا استغلنا هنا وكده ممكن نعرف ان احنا ممكن نستغل السايد افكت بتاع الدرج معين في علاج مرض تاني كمان بيحفز حاجة كده بس نادرة شوية انها تحصل حاجة اسمها البرابيزم يعني الاريكشن of penis and clitoris doesn't return to flagseed تمام على الرغم من زوال المحفز الميتازودون يا جماعة زيه زي الترازودون وبتاني ادراج معانا الميتازودون زيه زي الترازودون هو قريب منه جدا بس ممكن يعمل liver toxicity وهنا في حاجة اسمها black box warning black box warning ده يا جماعة بارة عن جملة كده بتتحط في مربع لوحدها في الرشدة الاف دي اي بتفرض على الشركة انها تحطها لو فيه side effect خطيرة ولا حاجة يبقى فيه black box warning على الميتازودون فيه liver toxicity عشان كده خلت ال black box warning دي خلت الميتازودون second of third choice في علاج major depressive disorders البابروبيون تالت دراج معانا يبقى عرفنا عندنا الميتازودون والترازودون وتالت دراج معانا البابروبيون البابروبيون ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن inhibitor للنور epinephrine والدوبامين reuptake تمام مع تأثير قليل جدا على 5HT او السيروتون وده كله كلام يعني مش مفيش exact mechanism او known mechanism اللي هو assured ميكانيزم حقيقي مضمون قدي يا جماعة العلم برا في fairness الناس صريحة جدا وما بتتحكش على بعضها يعني فعلا احنا مش متأكدين ان فيه ميكانيزم معين خلاص بيقولك المعلومة وده شيء جميل جدا في العلم الوضوح يعني مجرد اقتراحات كده إنما الحاجات اللي قلناها inhibitor of norepinephrine and dopamine بس مش مفيش ميكانيزم معين مؤكد لي اهم adverse effect في البابروبيون انه بيعمل provocation للscedure ناخد بالنا من حيطة الصedure ده تاني دراج معانا في الanti-depression drug بتعمل provocation للscedure بعد ايه؟ زي ما خدنا في الاول بعد tricyclic anti-depressions بتعمل برضو provocation للscedure الadverse effect بقى البسيطة headache وinsomnia وnervousness وحاجات كده كمان بيعمل improvement للsexual dysfunction دي جميلة جدا يا جماعة بيحسن الsexual function لان اغلب ادوية الanti-depression بتعمل sexual malfunction او sexual dysfunction عشان كده لو واحد شباب او طفل صغير محتاج لسه يخلفه بتاع بنديله البابروبيون بالاضافة الى الدراج عشان يحسن sexual dysfunction تمام المرتزبين رابع دراج معانا برضو ملوش ميكانيزم معروف زي البابروبيون اهم حاجة نعرفها فيه مش لازم نرغي فيه كتير لان هو مش مهم قوي او لسه فيه clinical trials عليه لسه اهم حاجة نعرفها فيه ان الجرعة القليلة بتعمل sedation والجرعة العالية بتعمل insomnia في حتة هنا ظريفة جدا يا جماعة بيقولك الanti-depression and societality يعني ايه يعني ان بعض او اغلب ادوية الanti-depression بتعمل societality غريبة جدا ليقولك ان الanti-depression بيعمل societal thoughts على الرغم من ان احنا بناخد الanti-depression عشان يعالج الdepression اللي من اعراضه societal thoughts ودي تأكد لنا يا جماعة ان بعض الادوية بيوبى لها نفس side effect بتاعة المرض عشان كده ال FDA حطت black box warning على كل ادوية الanti-depression بان هي بتزود بتزود التفكير في الانتحار او بتزود societal ideation تمام نخش بقى على حاجة جميلة جدا ومهمة جدا الانتشييشن adjusting and monitoring therapy ازاي بنعمل الانتشيشن ازاي بندخل الدرج ازاي الادتشيشن بنظبط الجرعة ازاي وازاي بنعمل monitoring عندنا خمس حاجات اولا عندنا ثلاث عندنا ثري فيزيز في علاج او في الانتشيشن بتاع الدرج عندنا بنعمل بعد كده adequate trial احنا بندي الدرج فرصته عندنا لما الدرج بيرشغ بنعمل ايه عندنا ازاي بنعمل monitoring للدرج والليبولز اللي مفروضة علينا من الFDA تمام نبدأ باول حاجة the prior three phases of therapy تمام كده الفيزيز of therapy دي بتستخدم في علاج الدرج متقسمة لthree stages اول stage منها short term او الاكيوت المرض لسه جاي وبيكون شديد هو ده اللي دفعنا ان احنا نروح للدكتور الهدف هنا ايه يا جماعة ان احنا نعمل resolving resolving للسيمتومز الخطيرة دي الاعراض اللي عنده الجمد اوي دي لازم احاول احلها تمام نخش بقى من الاكيوت خلاص بدأت اتديله العلاج ودخلت الدرج نخش على continuation الاستمرار يعني ايه continuation يعني keeping symptoms in remission state يعني بنحاول نحافظ على الاعراض في حالة الشفاء ان هو المريد يوبى symptom free ما عندوش اعراض تمام كده يفضل في الحالة الطبيعية او يكون في control على السيمتومز دي بيستمر ال continuation phase ده من اربع لتسع شهور فترة طويلة جدا يا جماعة بس لازم نستمر فيها وبعد ما نخلص الفترة دي بنخش على حاجة تالتة اسمها maintenance phase دي يا جماعة بتبقى tolerated tailored او individual individualized يعني ايه يعني ايه tailored ويعني ايه individualized يعني كل مريض بيوبى له طريقة معينة في ال continuation therapy ده سوري في ال maintenance therapy اللي هو الاستمرار بعد ما المريض خلاص خلص مرحلة المنترانس حفظنا عليه لمدة من 4-9 شهور في حالة مستوية symptom free نبدأ بقى نخش على مرحلة المنترانس phase ان احنا نحافظ عليه على المدى طويل عشان ما يحصلوش relapse عشان ما يحصلوش تكرار للمرض تاني وبتتفصل على كل مريض حسب الصايد ايفكت حسب الهيستوري بياخد ادوية ايه خد anti-depression ايه قبل كده وهكذا عشان ما يحصلش relapse يبقى اذا الهدف الاساسي في المنترانس phase ان احنا بنعمل prevention للrelapse يقولك مثلا هدفنا ايه في الامتحان يعني في الامتحان مثلا يجي يقولك هدفنا ايه في goal of maintenance phase ويدي لك اختيارات بقى to resolve symptoms to keep in remission to decrease relapse يبقى اهم حاجة اولا طول اقول ايه to decrease relapse وليها ضوابط يعني مثلا ايه هل هو المريض قديم جات له episodes قبل كده كتير مثلا او في family history مثلا قوي للمرض يعني فيه ارايبين من الدرجة الاولى او التانية عندهم نفس المرض نلاحظ يا جماعة هنا كلام كتير قوي عن family history والpatient history وما الى ذلك دي حاجات جميلة جدا وجديدة علينا ما كانتش بتتنفسه مصر بس ان شاء الله يعني من خلال الصيدالة الاكليكية وتقدم علم الصيدالة في مصر ان شاء الله هيكون لنا دور في الموضوع ده يبقى عرفنا الثري فيزيس اللي عندنا الأكيوت او short term اول ما المريض بيروح للدكتور بالاعراض شديدة جدا تاني فيز الكونتينواشن عشان نحافظ على المريض من 4 ل 9 شهور في حالات سيمتوم فري او under control بعد كده المنتنانس فيز اللي بتوبى تيلورد على حسب البيشنت نفسه يعني كل مريض بيبقى له خطة معينة في المنتنانس فيز ازاي نعالج بيها الدبريشن تمام كده وازاي نمنع الرلابس نخش بقى جماعة على المرحلة التانية من مراحل بتاعة العلاج تاني حاجة الادكويت ترايل احنا قلنا الـ 3 stages اللي هي خطوات العلاج ازاي بقى بنعالج عندنا حاجة اسمها الادكويت ترايل يعني ايه الادكويت ترايل واناها قبل كده ما نعملش تايتريشن او ما نحكمش على الدرج انه فشل او ما جابش نتيجة قبل من 6 الـ 8 السابيع وبعض الحلاج بتوصل لـ 12 اسبوع لو لسه ما فيش نتيجة عند النقطة دي بقى نقدر نعتبر ان الدرج حصل فيلير ونبدأ نغيره بدرج تاني تمام نخش على المرحلة التانية خلاص حكمنا على الدرج انه هو فشل او حصل فيلير نعمل ايه نشفت على ايجنت تاني او درج تاني نعمل شفت على ايجنت تاني او درج تاني من كلاس تانية الا في السر نفتكر الحتة اللي خدناها قبل كده ما بنغير على السر اللي بنيديها ليه لان ممكن من ما يديش نتيجة مع واجي اغير لممبر تاني من نفس الجروب ويدي نتيجة يبقى كل الحالات لو باخد اي كاتيجوري غير السر ومداش نتيجة او فشل الدرج بشفت على كاتيجوري تاني الا السر ممكن اشفت على ممبر تاني في نفس الجروب تمام كده في حاجات كمان يا جماعة هنا امتى احكم على الدرج او خلاص ما عادش تجيب معا نتيجة لو في يعني ايه يعني لو ادينا درجين من مجموعتين مختلفتين وبرضو ما جابوش نتيجة هنا بقى مرحلة ربنا يعافينا منها يا رب وهي مرحلة العلاج بالكهرباء او الالكترو كنفالسف سيروبي يبدأ بقى ياخد جلسات كهرباء عشان خاطر يحصل تحكم في الكنترول او كنترول للسيمتوم بتاعة الايه الدبريشن عفوا ممكن ممكن استخدم كمان حاجة اسمها الاكترول او الكمبينيشن ثيرابيز وهناخدهم بعد شوية وهنتكلم عنهم باستفادة ان شاء الله المونيترينج المونيترينج بعمل مونيترينج ازاي للدراج يا جماعة دي المرحلة الاخيرة مرحلة المونيترينج او متابعة المريض ازاي بالانتربيوز والريتنج سكيلز الانتربيوز بين المريض والدكتور بتكون في العيادة او المستشفى والريتنج سكيلز دي زي الاس اار اللي هي السيلف ريتد المريض بيعملها النفسه والسي اار اللي هي الكلينيشن ريتد اللي الدكتور بيعملها في العيادة او المستشفى والاف دي يا جماعة اوصت في رشدة الادوية بالمونيترينج ليه عشان ادوية الدبريشن قلنا ان في بلاك بوكس ان ادوية الدبريشن بتزود خطورة التفكير في الانتحار نخش بقى على اخر حاجة معنا النهاردة اللي هي الانتي دي دي بريشن كامبينيشن ثيرابي ازاي بنعمل كامبينيشن بين الدراج بتاعة الانتي دي بريشن احنا عارفين من الفرماكولوجي اننا لو ادينا حتى لو لو من كلاسز مختلفة افضل مادة من دراج واحد يعني ممكن الدراج دا بلوم مكانيزم بيشتغل على 5HT مثلا والتاني بيشتغل على النور بيعمل بنشتغل في كذا حتة عشان كده بيسموها ايه بيسموها افكت ديفرون سيستم سيلكتيفتي يعني بيشتغل على كذا سيستم بيشتغل على كذا نظام فيحصل سينارجيزم بين ويدينا افكاسي عالية كمان بتقلل لان انا هدي من ده فده ممكن بتقل لان انا بدي منه وده مختلفة بتقل لان انا بدي منه فما يدينيش في النهاية كمان ممكن نعمل حاجة اسمها يعني ايه يعني ان احنا مثلا بنعمل يعني يعني لو معين بجيب دراج لو سايد ايفكت ضد سايد ايفكت بتاعة الدراج الاولاني ويعمل بينهم فيحصل معادلة بين سايد ايفكت يعني على سبيل المثال بناخد السايد ايفكت كمضادة الاكتئاب احد السايد ايفكت بتاعتها انها بتعمل انسومنيا او ارق لما اجي اعمل على والمريض ظهر عنده السايد ايفكت زي ما احنا عارفين فبالتالي انا بدي انتي ديبريشن مع انتي ديبريشن والانسومنية بتاعت السري عملت لها اكويفليزيشن او عملت لها معادلة بواسطة الترازودون اللي بينين يبقى انا كده ضربت عصفرين بحجر واحد عملت كامبينيشن قللت السايد ايفكت بان انا عملت اكويفلانس بين السايد ايفكت كمان فيه مثال تاني البابروبيوم مثلا بنضيفه على السري لو ما جابش نتيجة مع البيشن ليه بيعمل سينرجيزم وبيعمل بروفوكيشن للافكت يبقى معنى ذلك انه هو بيزود الافكت ادي فايدة وكمان تركة اخدناها من شوية ايه هي بيقلل السكشوال ديس فانشن افكت اف اس اس ار ايز تمام كده يبقى عندنا مثالين لزاز جدا اول مثال الاس اس ار اي مع الترازودون عشان نلغي الانسومنية بتاعت الاس اس ار اي بالهايبر ثومنية اللي بيعملها الترازودون فبيعملوا معادلة لبعض البابروبيون بوقف فيه السكشوال ديس فانشن افكت بتاعت الاس اس ار اي وكمان بيعمل بروفوكيشن للافكت بتاعت الاس اس ار اي لازم يكون عندنا يا جماعة خبرة وحكمة واحنا بنشوف الدراج بنعمل مونيترينج للكيسز وبندور وبنعمل يعني بنوازن بين الدراجات هي دي بقى فن المدواءة وفن الصيدلة دي مش موجودة عند الدكاترا دي موجودة عندنا اكتر علم الادوية ده بتاعنا احنا المفروض يبعندنا استيعابلي كويس جدا وبكده تكون خلصت محاضرتنا النهاردة وان شاء الله نكمل الدبريشن اخر حتة فيه المحاضرة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة